حتى لحظة أعداد هذا التقرير تعمل الفرق الطبية العالمية على إحصاء أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد الفيروس الأكثر خطورة بسرعة قدرته على الانتشار والتسبب بقتل الأشخاص المصابين به يجبر منظمة الصحة العالمية على إعلان حالة الطوارئ الدولية في أوهان التي تحولت لمدينة أشباح بعد أن كانت محطة علمية تكثر فيها الجامعات حيث طلبة من مختلف دول العالم يدرسون فيها أصبح القلق الأكبر يتمثل بكيفية إجلاء رعاية دول من الصين خبراء الطب وعلى لسان البروفيسور زياد طارق الذي عمل في مختبرات الصين الخاصة بإجراء دراسات على فيروسات سلالة كورونا تناقل رسالته التحذيرية نشطاء منصات التواصل الاجتماعي حذر وأنذر من خطورة نقل الرعاية لإراقيين على متن طائرة إراقية مدنية وفي آلية تحتاج إلى احترام رأي أهل الطب والعلم فإن الطائرات المدنية بحسب البروفيسور قد تنقل الفيروس اتصب عملية تعقيمها من الفيروس الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى لم تستطع حتى الآن إجلاء كافة رعاياها ويعود السبب وراء ذلك إلى صعوبة الإجلاء وفق إجراءات طبية مشددة وتضع القوات الأمريكية ضمن طائرتها العسكرية للمدنية ألية نقل خاصة لعدم انتشار الفيروس حيث تستقبل رعاياها من دولة مجاورة للصين بطائرة صينية ومن ثم تجري عملية التعقيم وتنقلهم لدولة أخرى لإتمام عملية التأكد من سلامة رعاياها تماما العراقيون في الصين يصلوا عددهم إلى قرابة الثلاثة وستين شخصا ينتظرون طائرة عراقية أقلعت من بغداد لإجلائهم إلى وطنهم بحسب تصريح وزير الخارجية محمد علي الحكيم فيما قال المتحدث باسم وزارة الصحة أن العراق خال تماما لغاية الآن من أي إصابة بمرض كورونا المراقبون للشأن الصحي يضعون أهمية الأمن الصحي على رأس الأولويات ويوجهون تحذيرهم لاتخاذ ما تقوم به الدول الكبرى في كيفية التعامل مع فيروس خطير وصل إلى درجة وباء عالمي جديد